التقى الرجل الأطول في العالم التركي سلطان كوسين بطول مترين ونصف المتر في لندن النبالي شاندرا بهادور دانجي أصغر الرجال طولا بأربعة وخمسين فاصل ستة سنتيمترات وجرى اللقاء الذي نظمته موسوعة جينيس للأرقام القياسية بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة ليوم الأرقام القياسية في وسط لندن في حديقة قرب مقر البرلمان في ويست مينستر حيث احتسر رجلان الشاي كنت سعيدا جدا برؤية أطول رجل في العالم كنت أتشوق لرؤية نقيدي بفضل موسوعة جينيس كنت مهتما جدا لمعرفة طوله كنت أتساءل إلى أي مستوى من رجلي سيصل وعندما رأيته أدركت أنه صغير ويعود السبب في النمو الهائل للمواطن التركي إلى ورام يؤثر على الغدة وقد خضع في العام 2010 لعملية جراحية في جامعة فرجينيا الأمريكية ووصفت له أدوية للتحكم بمستوى هرمونات النمو في جسمه وفي العام 2012 اعتبر الأطباء أنه شفيا وأنه لن ينمو أكثر من ذلك إلا أنه يضطر إلى الاستعانة بعكزين للمشي إذ أن مفاصله لم تنمو بشكل متناسق مع بقية جسمه